رودولف اسمار أهلا وسهلا فيك رودولف انت بطل جينيور كاب كمانا بالشرق الأوسط واتاني ببطولة الشرق الأوسط للراليات أدي سالك بتشارك بالراليات رودولف هايدي تارت سنة العالية بلاشت من ثلاث سنة على الاد ونكسوك عند اول رالي لها السيزن اول رالي مشاركت فيه لأنه ما كنا بعد أماننا بجيت بس حمد لله هلا قدرنا أمان بجيتهم كافية وهلا سار في سيئة فينا أكتر وأكيد رح نكمل بس هوني بدي قول انه انت بطل الشر الأوسط بالجروب آن فاهمنا شرحلنا شيني جروب آن هي الرالي في كذا كاتيجوري من ال R1, R2, R5, R3 و جروب آن نعم شو بتختلف عن غيرها يعني هيدون الفئات الفئات بيختلفوا حسب السيارة قواتها إذا فار ويل أو تو ويل وفيه سبيسيكيشنز بحددون ال FIA يعني الاتحاد تبع السيارة ماذا بتتميز هي مواصفاتها؟ هي سيارة بتأتي 4 ويل هي إذا بدك رود كار وانت بتحولها لسيارة رالي هذا الفرق عن الكاتيجوري ال R3 أهم العام المادة شاركت رالي في فرنسا موظبوط ملنا رالي خبرنا عن هالمشاركة وأهميتها بنسبة للك أكيد الشرف كنت شارك بهالرالي لأنه رالي من أهم راليات فرنسا وربحانين فيه أبطال العالم رالي كان كثير صعب وكان مشارك فيه فوق الميت السيارة فالمنافسة كانت كثير قوية أكيد بس صار معنا كثير مشاكل ميكانيكية بس أنه الحمد لله خلصنا الرالي وتعلمنا منه كثير أكيد الريتنج يعني كيف كان يعني ما بعرف بكونوا سجلتوا يعني أنه أنتم موجودين النتيجة كيف كان بنسبة لأنركة لبنان أو لأنك كالردولف أسواق صراحة نتيجة أنا ما كانت راضي علي أبدا موالا المشاكل الميكانيكية بس بغض النظر أنه الشيء قدرنا أنه تعلمناه هو برالي أهم شيء تتعلم من كل رالي بتعلمناه معلش شيء أكيد نحن نعطينا أن نتربح بالراليات المقبلية رح نحكيها لعن رالي جزيين ولكن رحشو سوا هالمشاهدوا منتابع أكيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رالي جزيين السنة الماضية السنة رح نشارك فيه أكيد ولكن هوني حابة شوي أتوقف على رالي فرنسا يلي ذكرت أنه وجهها تكون كتير صعوبات أدي لقيت أنه في فرق بالتحضير لهيك رالي عالمي بيننا وبين الدول ذكرت مئة دولة تقريبا مئة ساي أنا تسايق يعني طريبا في كتير جنسيات ماذا لك نتوقف على رفق بالتحضير لهيك رالي أكيد نعانا في لبنان وليس هناك فارق بس، الفريق اللي كنا أخده منه السيارة لم نكن من فرق بالتحضير لهيك رالي ونحن خاصةً نحن معوضين في لبنان عنا أحسن فريق بالميدل إيست والريجون كلها يعني نحن محضرين يعني نحن محضرين ما كان نقصنا لا نحن أنا ما كان فريق لبناني كان فريق فرنسيب فمشان هيك يعني كنت تتحضيرات مني ها؟ يصير في السلسة لو كان فريق لبناني شو كان ستصار؟ يعني أول شيء إذا بدنا نظهر بفريق لبناني كان بيكلفنا أكثر وأكيد كنت نتيجة بتكون أحسن لأنه ما كان صار معنا هيك مشاكل سخيفة إن شاء الله أكيد ما بتعود بتواجهكن ولكن دائما الواحد بيكون جاهز لأي مشكلة ممكن تواجهه بتليتي وأرباح زيران رح تشارك بي رالي جلزين خبرنا عن تحضيراتك السيارة اللي راح لسوقها يعني أنا كنت سالي ستة شهر موقف سالي جمعتين رجعت عالتمرين ليه وقفت؟ لأنه كان ما أمن البجوت لهالسنة بس من جمعتين الحمد لله جانا شتيت سيارة سكودا R5 هي هلا أحسن كاتيجوري مبروك شكرا هي أحسن كاتيجوري هلا فينا نشارك فيها و... الحمد لله التحضيرات كبيرا يعني الجروب شو بيكون هاي سهيك لنشرح؟ R5 ياسم الجروب R5 هذا أعلى جروب فيك تشارك فيه باللوكال راليز الحمد لله يعني صبرنا ولاقينا أكيد هلا يعني كيف التحضيرات هلا فيه أعمال كتير هلا منتظرة يعني الكل حتى تأمالوا فيك هلا رودولف ممنوع الغلط يعني أكيد نحنا منعمل يلا علينا ومنتحضر قدمة فينا بس ما فينا ننسى في اسمامة العبدوفغالي ورجايفغالي أكيد تحيتنا لألون أكيد وأكيد أني بيساعدوني بيتفشوني كتير لأتحسن ما عدنا شك أبدا أني بيدعمونا دايما أكيد بس... بدا وقت الخبرية اللي نرجع نصير نجيب أوقات ومن شاء الله عشان هار نقدر نصير نفس معهم أنا بعمل كل شي فيي ومن شاء الله ما يصير معنا شي بس في تاكتيك السايق الرالي بيتطبع تاكتيك معين لحتى يوصل للهدف يلي هو حاط هل في تاكتيك معين متبعه ولا... موظبوط يعني أنا... إذا بدك... المساعد الأول بالراليو يعلمني كل شي هو رجيف غالي بكافة تعلم كل شي هو عمله بحياته وأكيد رح وصل للمحلات كتير بعيدة وبنهاية كله بيجي من الخبرة ومن الوقت ومن الأخطائي اللي ممكن نرتكبها والمشاكل اللي منذات بس نعمني كتير أخطاء بس نتعلم منه نتعلم من أخطائنا لحتى نتفذيها بالوقت المقبل عم تدرس بجامعة الأبالامان بالأيو بالأيو نعم تحياتنا لجامعة الأيو عم تدرس ميكانيكا الإنجينيرينج صحيح رح تبقى بأجواء الراليو أو رح تكون وين من بعد ما تتخرج يعني أنا هيدا هدفي وهذا البلان طبعاً وضال بأجواء الراليو وإن شاء الله الوضع بالليبناني يسمح لنا نكفى بها الأوسص الوهم اللحق بين دراستنا وهي ويتنا أكيد أهم بشي وهدفك هلأ تكمل بالميكانيكا الإنجينيرينج أكيد نمارس هالمهنة أكيد لا أكيد الهدف الأول هو الجامعة الجامعة لأن هذه السنة تطير وقت للراليو وبعد كل الإنجزات التي أمناها مالقينة أبداً في دعم إن شاء الله بتلاقي الدعم وبتلاقي النتيجة المطلوبة بالجهتين بالجامعة أولاً بالهوية مجبور نركز على الشغل أقدر كف بالراليو أكيد رودولف أسمار نحنا متشكر حضورك أهلا وسهلا فيكم نتمنى لك اكتلا وفي برالي جزين رح يكون بثلاثة وأربعة أهزيرة على ال LBCI أكيد أكيد بدعم من ال LBCI أهلا وسهلا فيكم شكرا ياهلا